على طول الشريط الحدود بين مديرية المضارب والوازعية تجري الاستعدادات لخوض مواجهات حاسمة مع الميليشيا المئة من مقاتلي المقاومة والجيش الوطني يتمركزون في هذه المناطق في الصبيحة وعلى هذه التلال الجبلية خصوصا قبيلة الأغبرة كبرى قبائل الصبيحة التي تقول المصادر إنها دفعت بالعشرات من أبنائها لخوض القتال مع الميليشيا فقتل وجرح العديد منهم في مواجهة سابقة وما تزال تقاتل بكل بسالة تؤكد المصادر أن العميد عبدالغني الصبيحي قائد لواء زائد الذي كان يسمى سابقا بالصولبان وبصحبة عدد من وجهاء هذه المناطق يشرفون على ترتيبات جبهات القتال في المنصورة والبرحة والمجر والظهورة ادفعوا بتعزيزات للجيش والمقاومة من أبناء هذه المناطق تأتي هذه الترتيبات في إطار مقابل لتعزيزات دفعت بها الميليشيا إلى مركز مديرية الوازعية للوصول إلى مناطق الصبيحة في مديرية المضارب المحاذية للوازعية ولمحاولة التقدم فيها بعد أن فشلت في سبتمبر مصرم على الرغم من صعوبة تضاريسها الجغرافية المعقدة وطرقها الوعرة تمثل هذه الجبهات طريق عبور قريب بالنسبة للميليشيا إلى المحافظات الجنوبية فهي تمتد شرقا من منطقة مصراخ المضاربة المحاذية لمناطق شريرة والدمدم إلى أن تصل إلى المناطق المحاذية والقريبة من الحنشية وعزاني والعمري المحاذية أيضا لقبيلة الأغبرة في الصبيحة ترجمة نانسي قنقر